ليس في هذه الشاحنة حمولة أسلحة بل غذاء ليس فيها مقاتلون بل مساعدات لكنها الحرب لا تستهدف الأحياء فقط بل كل ما يمت للحياة بصلة كانت هذه الشاحنة في طريقها لإنقاذ حياة أطفال ونساء يهدد الجوع حياتهم إلا أن ميليشيا الحوثي لا تميز ولا تكترث فالموت هوايتها المفضلة التي تجاهر بفعلها وتفاخر بارتكابها الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي كانت شاحنة محملة بالأغذية استأجرتها الأمم المتحدة في طريقها إلى المنطقة الأكثر مجاعة في الحديدة التحيتة لم يقدر لهذه الشاحنة أن تصل لقد تم قصفها بالقذائف مما أدى لتعرض السائق لإصابة بالغة تقول الأمم المتحدة إن لافتة واضحة كانت ملصقة على جدار الشاحنة تؤكد صلتها ببرنامج الأغذية العالمي البرنامج الأممي الذي وفق بيانه أرسل ثلاثين طنا من المساعدات الغذائية استهدفت ما يقارب ألفي شخص لمدة شهر وقائع الحرب الملتهبة في منطقتين التحيتة والدريهمي تشير إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المحاصرين منذ يونيو الماضي ويؤكد برنامج الأغذية الأممي نجاحه في إرسال الأغذية إلى ثلاث وثلاثين ألف شخص نصف سكان التحيتة لا يزالون بحاجة كما يقول برنامج الأغذية إلى مساعدات غذائية عاجلة لكن إنقاذهم يتطلب السماح لإيصال الغذاء الآمن إليهم وإلى أغلب الأسر في أكثر من منطقة في اليمن البلد الذي بحسب منظمات دولية لا يعرف الثلث سكانه في أي وقت ستأتي وجبة طعامه